نصر دفعنا بدي رحب بكل سماعة برفقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحق العالم عبر موقعنا الإلكتروني السؤال الأبرز اليوم خروج روسيا من بعض المناطق الأوكرانية يعتبر اخسارة لروسيا؟ هيدا السؤال المطروح بالإعلام الأوروبي والإعلام الأوروبي بشكل عام والأبرز ليه خرجت روسيا؟ هل هو تكتيك؟ أو مثل ما بقول البعض صفقة؟ لأن بعد خروجها من هذه المناطق بدأوا يحققوا الأمريكيين عن تسوية سياسية والأوكران محرجين جداً كل هذه الأسئلة سنحمرها مع ضيفنا الباحث الدكتور ميخايل عوض أهلا وسهلا بك بحول القصص يعني مثل ما بقوله أعطي خفزك للخبر أنا حبيبت لأم دكتور عوض ما يحدث؟ لماذا خرجت من بعد ما عملت هي استفتاء؟ وهذه المنطقة مفروضة شعبياً تكون بجيبتها لروسيا كيف تتحول من الناتو؟ والبعض بقول هو مش أزمة أسلحة أو أزمة خسارة هو دخول سلاح زكي أمريكي جديد اسمه بيرتا أدي هالمعلومات؟ دعني نقول من حيث المبدأ بمفي احتمال أن يكون هناك سلاح جديد أدى إلى الانسحاب إذا افترضت أن هناك سلاح جديد هذا يعني أنه ستنسحب روسيا من كل الأراضي من المقاطعات الأربع هذا السلاح هو وليس سلاح مدفعي أو رصاصي سلاح تعقب إلكتروني زكي للجنود الروسي هذا الأراضي أسلحة التعقب الإلكترونية موجودة من فترة زمنية طويلة من الخمسينات يعني من خمسينات القرن الماضي لا يمكن صارت أصغر أدق تأخذ مسافات أكبر أوطائه إلى آخره بذاته لا 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 يعني لا تحسم صراع ولا تحسم معرك الحيث المبدأ أقول إذا افترضنا وصدقنا بأن هناك سلاحا ما جديدا أدى إلى خروج قواته الروسية هذا يعني أنه ستعود روسيا إلى حدودها يعني ستسقط روسيا لأن هذا السلاح بس يهزم هدوك بالطرد وكذا إلى غريب تستخدمه مثل ما فات بخلاصهم بفيد محلتين وهل ما جرى اثنين إذن لماذا جرى الانسحاب؟ طبعا فيه احتمالات عديدة الاحتمال له نسبة من الرجاحة بأن يكون هو دفعة أو مقدمة لديل مع الأمريكية باتبار أن الحرب تحولت من أن تكون في أوكرانيا أو مع أوكرانيا إلى أن أصبحت في أوكرانيا بين روسيا وظهيرها يعني الصين وإيران إلى حد ما الهند نحن والأطلسي وفي مقدمته الولايات المتحدة بصورة مباشرة لأصبحت مسرح إذا فيه احتمالات لديل بهذا المعنى بصير منطقي أنه حدا عمل مكسب كبير بقدم يعني شيء صغير تضحية صغيرة ليعطاء الأمريكي مبرر ليمارس ضغوطات على الناتو على زيلنسكي والحكومة الأوكرانية وبيروحوا على الديل وطبعا اللي بيقول أنه فيه ديل صح يعني بدو يسأل لماذا جرى إذا بدك تقاطع بين الحديث عن طفاول بصورة علنية وفي تركيا ومدير الـ CIA ورئيس جهاز المخابرات الروسية تركيا منصة هولي من الذين يعني يهندسون الحروب ويهندسون التسويات أو التهدئة أو إلى آخره ولماذا سبق الصحف الأمريكية كشفت عن ضغوط أمريكية على زيلنسكي للعودة إلى طاولة التفاوض وعندما تريد فيه إلى شيء من الحزوض غير أنه فيه سلاح جديد هو الذي حسن المعرك أنا شخصيا برجع الاحتمال الثالث واللي هو خارجه للاحتمال الاحتمال الثالث هو تكتيك عسكري جائز أن تقدم عليه روسيا وليس بالضرورة أنه دفع على ديل أو على تسوية لإيقاف الحرب وليس دلالة على خسارة روسيا للحرب ما هو المبدأ؟ ما هو الهدف؟ المبدأ والهدف أصلا بكل الأكاديميات وكل العسكريين جنودا أو ضباط أول ما بيخطوا دروس عسكرية تنقسم لثلاث أقسام في الدفاع في الهجوم وفي الانسحاب إذن الانسحاب هو مبدأ من مبادئ العسكرة والجيوش وهو واحدة من استراتيجيات الحروب مش أنه والله في شيء عندك نوعان من الانسحابات في انسحاب يسمى عادة الانتشار انسحاب تكتيكي بالسياسة من سميها خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام بمعنى أنت تأفسي عن قناة عن نهر أو عن قناة أو عن شغلة شو بتساوي؟ بترجع إلى الوراء بتحمي حالك وتندفعه هذه قاعدة من قواعد الحياة وليست قواعد التقدم وهو تكتيك في استراتيجية هجوم مش تكتيك وفي انسحاب هزيمة اللي عادة تبرره الجوش المهزوم بمقولة إعادة الانتشار وإلى آخر بتالي هون لنصنفه لازم نشوف الظروف الموضوعية طبيعة المعركة توازن القوى لنقول إذا هناك معطيات بتفيد بأن روسيا قابلة للهزيمة في هذه الحرب ممكن يكون مؤشر على الهزيمة إذا كان المعطيات المادية تقول أن ليس هناك قابلية أن تهزم روسيا شوفي أنا عداش رايح بالموضوع وحيسن فيه عندها بصير بفهم وتكتيك عسكري اللي اسمه خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام من أجل قفزة كبيرة اثنين ثلاثة كل اللي عبي قدموا تفسيرات عدا عن البروباجندا والدعاية للتشكيك بقدرات روسيا إما ما بيعرفوا قواعد الحروب والاشتباك أو في حملة ترويجية وعلمية قواعد الحروب والاشتباك دائما في أنصر محوري في تحقيق النصر أو الهزيمة وفي تقرير الدفاع أو الهجوم اسمه الجغرافيا والمناخ يعني جغرافيا الحرب مسرح الحرب والمناخ بيقرروا أنت بتهجمي بالخريف ولا بالربية بتهجمي بالساف ولا بالشتاء بتهجمي بالشتاء بكانون ولا بشباط ألفتي وين هذا الجانب فيها نقطة الأخرى اللي لازم نكشفها ما يسمى بجنرال السقيع يعني فصل الشتاء والثلوج والأمطار هي تاريخيا واحدة من أهم العوامل والاستراتيجيات التي استخدمتها روسيا وتحولت إلى مقبرة الغزات والامبراطوريات عندك مابلون وعندك هتلر يعني فيه عصا فيه في القرن العشرين لعشنا وعبر التاريخ طيب إذا كانت هذه قاعدة وهذه واحدة من الميزات الطبيعية للجيوش السوفيتية أو للجيوش الروسية أنا بفهم منطقي نحن على عتبة فصل الشتاء القوات الروسية بداية الهجوم أخذت مناطق واسعة ربما لأسباب تكتيكية أو كان بوهم أنه أدريني سيطروا وسقطوا وما جارت بدأت تنظيم جهدها بطريقة وضخرة اثنين عندما تكون القوات الروسية جزء منها على الضفة الشرقية لنهر الدينيبر أصبحت عملية تمويلة وإمدادة مكلفة وفي فصل الثلوج وجنرال الحرب قد تصبح مستحيلة جنرال السقيع نعم السقيع جنرال السقيع يسمى وإذا كانت الأمور مكلفة فبصير القائد خاصة إذا كان ينتمي إلى عقلية الشرق عقلية الغرب عقلية التي نشأت على الإبادة وعلى المليار الذهبة وعلى نظرية مالتوس وعلى إلى آخره ما بتحسب حساب عسكرة وجنودها هو اللي أنه بيعتبره مجرد أرقام وإلى آخره في الشرق وفي آسيا بيعطوا هذا الطابع طبعا أنا إذا عندي أنا في دعاية أنه بالعكس في أهمال أهل السلو نعم هذا الحملات شي تاني شو بدنا بهذا بس عم بحكي أنا أنا إذا كنت قائد وعندي ثلاثين ألف بدون يتحاصروا بجنرال التلج والسقيع بدون تستحيل علي عملية إمداده بدون أصبحوا أهداف سهلة عند عدو له بر يعني عنده جغرافيا لأنه أنا عندي نهر وقطع النهر وكذا وإلى آخره بيضل وجود الأسلحة والاستطلاع مكلفة آلية جدا شو بفكر؟ بفكر ظنهم بحياة الثلاثين ألف بطلعون بسلم أرض شبه محروقة ملغمين كذا إلى آخره فيهم بخلص فيهم فصل الشتاء بفصل الربيع وفصل الصيف عندي قفزة ثانية وهجوم ثاني بلجأ له النقطة الأخرى بجغرافيا الحرب نحنا عم نحكي عن جبهة أمتدادها ألف كيلومتر يعني مش 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 سهل تأمين الإمداد والحماية والدفاعات وإلى آخره والنقطة الأخرى عم نحكي عن روسيا في مواجهة قوة هرقلية عالميا كان اسمه أمريكا والأطلسي وقد تورطت بصورة مباشرة بالإسناد بالأسلحة بالتمويل بالخبراء وبعدد هائل من المرتزق بالتالي قائد ضنين بأمته وبشعبه وبجيشه مثل البوتن أو مثل القيادة العسكرية الروسية بتعمل خطوة من أجل قفزة كبيرة إلى الأمام وهذا اللي بدنا يعني نلاحظه سابقا أنا أميل بأنه العسكرية الروسية منذ بدء يعني العمل العسكري مشهود لها طبعا هي مذهب تختلف عن المذهب الغربي المذهب الشرقي بكل القواعد مشهود لها تعرف جغرافيتها تعرف طقسها ومناخها تعرف أسلحاتها تعرف أسلحاتها العدو أنا عم بتقول دكتور مخايا لا بس خليني أختم بنقطة وحيدة خيرسون هي من المقاطعات التي جرى فيها استفتاء وأعلن ضمها إلى روسيا لذلك حتى إذا في صفقة وفي تسوية لنت تتخلى روسيا عن خيرسون دفعة واحدة الأحتمال الثاني اللي طرحته هو خطوة إلى الوراء تمهيداً لخطوتان إلى الأمام تمرير فصل الشتاء شتاء وحماية البنية أسلم روسيا في معركتها وهون نقطة إذا سمحتي لي ثواني في شي بنا نرفض النظر له أنا طبعا متابع مثل كل الناس خبراء وباحثين واستراتيجيين بالحروب أنا مثلاً لفتني حتى اللحظة وأنت لازم تشوفيها وتبقي اسألي عنها هو توصيف الحرب الجارية ما هو الصفة حتى الآن الروسي قال عملية عسكرية خاصة هو بحجم اللي بده يستعيد الأرادة الروسية ما حط أهداف ما حط حرب حط أهداف لكن هداف تكتيكية صغيرة قال هدي حرب اسمها عملية عسكرية خاصة انتبهي مش اسمها حرب عند الروسي وحط أهداف واقعية وتحقق حتى الآن منها أكثر من 80% لحتى نكون صراحين وبتالي حسمت نتائج الحرب بانتصار روسيا وليس بهزيمة هو تعزز تحليلي اللي بقول لي خطوة إلى الوراء وهذا جائز بالعمل العسكري والحروب وكل الجيوش بتعتمدها اثنين أنا توصيفي لهذه الحرب روسيا أرادت عملية خاصة أمريكا والحلفة الأطلسي جعل منها حرب شاملة شو الفرق؟ خاصة وبان الحرب وبان الحرب الشاملة وبالمناسبة لا يعرف الناس عن شو بيحكي هذه واحدة من أخطر الحروب في تاريخ البشرية حتى حروب العالمية الكبرى حتى الحروب الأوروبية حتى حروب يعني في الإقليم وفي المنطقة ولا مرة تأخذت صفة الحرب الشاملة الحرب الشاملة هي الحرب التي تشمل كل أوجه الحياة يعني أنت بتذكر أول ما بلشت الحرب الأمريكان والأوروبيان عملوا مقاطعة على البسينات على القطط الروسية عملوا مقاطعة وصحبوا الثقافة الروسية سحبوا الكلمات من اللغات الكلمات الروسية من اللغات طيب روسيا في الفلسفة وفي العلوم وفي المسرح وفي الرواية وفي الفن عندها عباقرة عباقرة منذ بدء التاريخ ما لون عليها باليوم وببوتن وبإلاخرات طيب شو معنى أنك تأخذ الحرب اللي هي عملية عسكرية خاصة يعني حرب تكتيكية تحت السيطرة ودفعت فيها أمريكا لتصبح حرب ثقافية بكل ما تعني الكلمة طيب هذه الحرب استخدمت فيها الحرب المالية والاقتصادية على وجه غير مسبوق بمواجهة دولة قطبية عالمياً ما حدا بينكر أن روسيا منذ بدء تاريخ أوروبا هي دولة قطبية يعني وقلنا مقبرة الإمبراطوريات والغوزات كل تاريخ أوروبا في عمود أساسي فيها وروسيا الحروب مع روسيا التصالح مع روسيا بما فيه جزء من منطقتنا يعني مع العثمانية 14 حرب وهذا اللي بمجرد شو معنى أنك تروح فيها حرب اقتصادية وتحاول تستولي على أصول الروس في الخارج وتذهب إلى حرب مالية وتمنع روسيا من خطوط الاتصال والاعتمان المالي اللي اسمه سوفت إذن إحنا راحين حرب مالية حرب اقتصادية حرب ثقافية حرب أخلاقية لأنه كمان كان فيه تطاول على الأخلاق والشكل عرفت كيف وإلى آخره وأول مرة تجرأ جهة في هذه الحرب على قطع ما يسابها ستريم 2 اللي نعمل فيه تفجير والروسي تهم الأمريكي والأمريكي هو أعلى مسؤولية ما قبل وبانيا شخصيا وهل سنفجر هذا الخطفي وإلى آخره إذن الغرب يفرضها كحرب شاملة وأن كانت روسيا حتى الآن في الحرب الشاملة الدفاعية في العملية الخاصة بهذا المبنى المعنى في حرب شاملة ستعيد هيكلات ليس النظام العالمي هذه الحرب هي أشبه بعملية قيصرية من الخاسرة الأوكرانية لولادة عالم جديد وليس فقط نظاماً عالمياً لما نحكي عن نظام عالمي في العالم القديم بصير في تبديل للنظم أما عندما نتحدث عن عالم جديد في قيم في عالم في بشرية يعني في سيستم للحياة البشرية غير اللي شدناه من عشرات ألف السنوات حتى الآن وإذا بالتأريخ كنت يمكن عندك قلتلك أن عشر حضاري أول هو معاهدة قادش اللي صارت بالألف وثلاثمائة وثمانة وستين قبل الميلاد في معاهدة وستفالي صارت بألف ستمية وثمانة وربعين اللي ولدت العشر الحضاري الثاني نحن الآن في مخاض ولادة العشر الثالث فوقت اللي عم نحكي عن حرب هكذا ستؤدي كنتائج كبيرة بس كأنك عم تقول أن هذا العالم الجديد رح يكون عم يولد على يد أمريكا لا هو يعني لأن هي آلة الحرب الشاملة رح يؤدي إلى ولادتها الأمريكان عم يخدوها حرب شاملة باعتبارهم يعرفون بأن العالم الجديد سيؤدي إلى موت العالم القديم فالروسي كان بديها عملية من الخاصرة يعني عملية جراحية عرفت كيف بالمبدع بسبب بس الاستعصاء أو تلبك وإلى آخر وطال المخاض خمسين سنة حتى الآن الأمريكي دفع بالأمور ليجعل منها حرب شاملة على كل العناصر هلأ بكلتا الحالتين إذا أخذنا الوقاعة والمواطية والقوانين العسكرية مش مسألة مزاجية بحب روسيا ما بحبها بحب أمريكا ما بحبها كيف نصف نتائج حرب هل نتائج النصر والهزيمة كيف نعطيه لحرب نصر أو منقول هزيمة هو في الجهة التي بادرت إلى هذه الحرب والأهداف المحطوطة حرب التي تحقق أهدافها هي حرب منتصرة والحرب التي تخفق فيها الجهة التي بدأت الحرب تحقيق أهدافها هي حرب جهة قد هزمت ما الأهداف التي وضعها الروسي علىنا قال أوكرانيا من زوءات السلاح أي بلا جيش دمر الجيش الأوكراني صح؟ نعم قال تحرير المواطنين الروس ومنع الاضطهاد وإلى آخرية عملية مش بحررهم حررهم عمل الاستفتاء وضمهم بعد في يعني مناطق هذه تحققت على عرض الواقع قال الممنوع أوكرانيا تصبح دولة معادية وتدخل إلى من حلف النات هي صارت تحصيل حاصب الأكثر أصبحت أوكرانيا دولة فاشلة وغدا ستكون دولة لم يعد لها وجود على الخريطة العالمية لأنه بولندا بدأت تستعيد الأجزاء الأساسية اللي اسمها الغرب واجزء من الشمال ورومانيا بدأت تأخذ الشعف الليلة وأصلا ما تبقى هو أرض روسية تاريخية ما زيل ذكرت بولندا دكتور دعني أختملك إذا أخذنا الجاري بخيرسون لانسحاب واللي هو انسحاب تاكتيك في المعطيات العامة والبيئة الاستراتيجية للحرب ليبنا نعتبر في خسارة أو هزيمة لروسيا طب روسيا بقفزاتها الأولى أخذت سودس أوكرانيا صح؟ نعم يعني بحدود المئة وعشرين ألف كيلومتر على الأقل طب إذا تركت ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف بصير اللي استعاد أربعة ألاف كيلومتر ومنتصروا اللي أرط مئة وخمسة وعشرين أو مئة وخمسة عشر ألف كيلومتر والمهزوم بأي قياس عنو حشنة حرب اقتصادية عاطية على روسيا وتكون عندك معركة متقدم فيها عشر مرات وتنسحب نص مرة ليست هزيمة فيك تعتبرية هزيمة تكتيكية ماك؟ فيك تعتبرية تكتيك عسكري استخدم مبدع لانسحاب تحضيراً لإشغال العدو وأبيته والانتقال إلى الحجوم بالمناسبة لكثير خبراء عسكرياً وتعتبر أنو كمين ليه؟ وفخ طب أنا بجيبهم بعلقهم بها المنطقة بصير أنا من براها بقنص عليهم بالدورنات أو بالصواريخ الذكية التقنص مش بس بالكلاشن يعني أو بالبرودة أو القناصة وبنهكهم وبعطل فعاليتهم ومعت فيهم ياخدوهم على منطقة تانية أثناء فصل الشتاء عرفتي كيف والثلوج والتي بتتعطل فيها كثير من وسائط والحركة والوسائلة والآخر وبروه هجم مناطق تانية ولماذا يعني أنو تبروه هزيم؟ عرفتي بهذا القصد عبول نوعات أخذ مئة عشرين تخلى عن ثلاثة ألاف مش يعني هزم بك تشوفوا بالكبيرة بالكبيرة الأهداف التي حددها بوتن وعلى لسانها للعملية العسكرية الخاصة تحقت من نسبة ثمانين بالمئة منها والله الأهداف اللي حددها البنتاجون للعملية غير الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا الأمريكاني نفسه تذكري عندما جرى تطويق كيف حطوا لنا الأمريكان أسبوع ثلاثة يام خمسة يام خير روسيا ما عادوا بديفوتها كيف ما أعلم لاش رأى على كيف عمل خطوة قفزة مسك الحورية شل الحركة توفرت له فرصة لدمر البنية العسكرية والصناعات العسكرية والمخازن العسكرية ومؤسسة الإدارة والسيطرة سلاح الدفاع الجوي ما هيك لأوكرانيا عملياً وكون هو ما بدي أخوض معركة مدهو ما بدي أخوض بس خلصت مهمتهم نسحب فيها صور أنه هو زي ما نكرأ وما عادوا بدي احتل كيف هو قال أنا عندي هولي الأهداف وبدي أستعصل النازية من على حدوده هو عملياً بس ما حداً عم بردالاي بالنازية عم بيحكي والأوروبيين والغرب بشكل عام يعني ما عم بيتناولوا عم بيصيروا النازية بشكل أو بآخر حليف الغرب مقابل هزيمة حول هزيمة روسيا نزالك الروسي ذكي شو عمل؟ قالوا أنتوا بعتوا لنا نازياً على أوكرانيا ومن أوكرانيا كنت حاولوا تعملوا لنا مشكلة في روسيا أنا رح دمر النازية في أوكرانيا وإدفعها إلى أوروبا لح تتساثر على أوروبا بالمناسب ما أحد أنتبع يوم إعلان العملية العسكرية تنبّى الأمرين نبّاهن لخطر النازية ونبّاهن لخطر جيوب ونقال لهم الأمر كان رح يشلح حكم مصريات مضبوط على الحرب من جيبة الأوكران كل يوم ديون يعني ما أحداً عم بيعطيون ما أحداً عم بيقود المعركة ويقول لهم هايدي مساعدة مساعدة بتجي شوي والديون عم بتزيد هايدي المشكلة دكتور مخايل عوض كونك ذكرت بولندا اللي صارم بالساعات الماضية ببولندا شو هو؟ البعض بقول خطأ مقصود من روسيا بإيصال للقزائف إلى بولندا والبعض بقول أعلام مشوش على روسيا لأنه هو صواريخ S300 كانت عم بتعترض صواريخ روسية نزلت ببولندا فتم استغلالها شو صار بالتحديد؟ في عنا معلومة موضاقاتها شو في عنا معلومة في معلومة قبل مفوتة على الستوديو بايدن شخصيا قبلغ قادة الناتو أنه يعني الانفجارات أو ما جرى هو صواريخ بقايا صواريخ 300 يعني روسيا باللحظة الأولى عبر إعلامها روسيا اليوم أعلنت هذا الموضوع وظل الأعلام الغربي وظل ظلت وولندا وزلنسكي وكلهم يعني عم يعملوا استخدار من حيث المبدع حسم الأمر يعني بايدن هو اللي حسم الأمر لا أول شي أنا ضمن خبرتي العسكرية كنت على كثير من الرومات وكذا والذي مفكرين هلأ رح تولى الحرب الآخرتون تعطيكم وقاءة وأمثلة أولاً صاروخ الدفاع الجوي صني على يستخدم في مواجهة بالطائرات وأيضاً يمكن استخدامه كسلاح أرض أرض مشكلته بالأرض أرض بقت إصابته محدودة عملياً نعم أثنين طب أنت لا تستبعديها من أربع خمس شور استخدم السوري سلاح الدفاع الجوي اللي هو سام 200 وأنا برجح أنه سام 200 مش بضرورة سام 300 نعم سلاح أرض أرض بمواجهة إسرائيل متذكرة مرتان سقطت صواريخ ومرة فجروا صاروخ بالقرب من مفاعل ديموناء ومرة فوق تل أبيب السوريين لا هاللي بعرف تقانة الصاروخ صاروخ الأرض جاء ويطلق تحت السيطرة بيتفجر من الأرض هو بس يقترب منه ومبسي بتفجر من الأرض نروح على آخر مدى وقوله فتفتيل بينفجر يعني فيه هذا الصاروخ يمكن للرامي بأنه يطلقوا عاموديا بلان يتحكم فيه ينزل أرشت كيف يعني يطلع بيزه ويمحدد يتحكم فيه ينزل وهو نزل قبل مدى الأخير لأنه اللي بنحسبه سهلين فيه يفجره على ارتفاع متر خمس متار خمسين متر خمس متر وإلى آخره فإذاً هذا سلاح يمكن أن يكون وقلت أنا الروسي حتى الآن لم يثبت أن صواريخي هي عشوائية بالعكس صاروخه صاروخه عنده دقة إصابة للكينجال والصواريخه للفرط الصوتية والآخر دقة إصابة يعني مطلقة وإذا غلط الصاروخ بيغلط أمتار بس ما بيغلط مئة كيلومتر عم نحكي عن ما بيصغل على حدود البولنج وإذا غلط وإذا الروسي بدأ يدرب ما بيضرب تركتور وهو بده يستوجب حرب وإلى آخره ما عنده قدرة وعنده دقة إصابة وإلى آخره فيها والروسي ليس بحاجة الآن لمشكل خطأ تأدير تركتور فكروا مثلا دبابة مثل ما بيصير مع العدول الإسرائيلي بتنذكر العدول الإسرائيلي كان البيك أب يعني الاصطناعي وطائرات الاستطلاعي تعرف شوه كان عبيرتكب للقتل والتدمير والترهيب وأفتكب بهذا الجنب باي نتحدث عن روسيا التي تسبق الغرب والصواريخ عشرين سنة كله مجتمع فصاروخ الفرد صوتي والدقيق والإلى آخره بالمناسبة إيران هلأ صارت صنع صاروخ هلأ رح نحكي شوية عن أسلحة إيران اللي دخلت إلى السياحة وهذا تحول كبير وتحول نوعي في هذا الجنب فإذا من غير المنطقي التفكير بأنه هذا صاروخ روسي لا بيغلط وللروسي إذا بده يبعث رسالة بيبعث رسالة بيبعث رسالة بهذه الطريقة لأنه مجرد أن يثبت أنه صاروخ روسي واستدعاء للحرب وتحدي الحرب ورفعه تريدها طبعا يعني فتح جبهة جديدة يعني بحرب تدمير العالم إذا بده يحتوي طيب الروسي مش مضطر سواء أو سلاحه ودقيقه بعدها رسيبه أقماره الإصطناعية والجغرافية اللي عبقاتل فيها وجغرافيته نحن عم نحكي عن أوروبا الشرقية أوتيل بيعرفها متر بمتر بيعرف الطريق اللي هو عمله أيام الاتحاد السوفيتي لأنه بعده ما نعمل عرفتي كيف موقع السيطرة بيعرف المعسكر بيعرف كل هذه والروسي وهو منتصر وهو يطيل أمد الحرب ولأنها حرب شاملة ولأنه يراهن على زعزعة استقرار أمريكا وأوروبا وتفكيك الاتحاد الأوروبي تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والاستنزيف واستحالة تحقيق الأهداف لأنه يرى بأن أوروبا دخلت حقبة التوترات الاجتماعية مش بحيشة يدفع باتجاه هذا التصعيد إذن هو صاروخ إما بالخطأ وإما هناك في أوكرانيا أو في حلف الأطلسي من لا يريد أن تذهب الأمور إلى التفاوض حاول توريط ودافع الأمور في هذا التفاوض ما يعني أنه بايدن يعلن أنه هيدا أس 300 دفاعي مصدروا أوكرانيا وليس روسيا هل بدهم تهدي الأمريكان أكثر؟ مئة بالمئة ولذلك كان طلب شخصية من زيلنسكي لأنه خففت شروطه ورح يتفاوضه والروس فاوضوا بحاجة إلى التهديئة الأمريكي والأطلسي ما هو أوروبا؟ والذي هو أوروبا بحاجة الآن للتفاوض بحاجة إلى تهديئة الصراع في أوكرانيا ما الروسي برأيه أدار أول شي استعد كثيرا من أسما أنتبهت أثنين القيادة الروسية ليست القيادة السوفيتية السابقة وهي فتية واختبرت مع حقبة انهيار الاتحاد السوفيتي ودرستها وعرفت هو اللي استعد لخوض الحرب أخدا بعين الاعتبارات كل المعطيات واحتمال أن تحولها أمريكا والأطلسي إلى حرب شاملة إلى حرب شاملة وبدالي أخذ كل استعداداته لماذا الإجراءات الإقتصادية انقلبت ضد أوروبا وضد أمريكا؟ لأن كان في تخطيط مسبق كان في حساب لماذا روسيا عمنت بداء لنفطها وغازها واللي صار يدفع ثمان نفط والغاز أربعة أضعاف في أوروبا وهي بلشت تعمل أزمات اجتماعية وساة تحمل اضطرابات وبالضرورة بها فصل الشتاء واحتمالات لنهيار الاقتصاد من اللي كان محضر حاله؟ روسيا العقوبات ددل أن تضر روسيا أفادت روسيا الآن يشتغلوا على مصادرة الأصول ماذا عمل ميدي فيدف من نيومان؟ لقد قلت لهم سهلة عندهم أصول قدمة لنا ونأخذهم وعندنا أصول هلأ بلشوا يشتغلوا على التعويضات ممتاز بس تفتح التعويضات فيتنام بدأ تعويضات من أمريكا وكمبوريا بدأ تعويضات من أمريكا ولهنود الحمر ولهنود الحمر بدأ تعويضات من الأنجلوسكسون والأمريكان ولبنان بدأ من إسرائيل سوريا بدأ من إسرائيل والعراق بدأ من أمريكا وفغانستان بدأ من أمريكا ومن الأطلس يفتحوا هذا الملف لأننا من الشعوب ونحطي بحساباتك قد يفتح لأنه عم نحكي عن عالم جديد وميزان قوى سينقلب كيف ضد أمريكا والأطلسي بالمدى القصير والمتوسط غالبا سيستير بالأمريكا بالأطلس المسارب ألمانيا بالحرب العالمية الثانية واللي بعدها بتدفع ضريبة لكذبة الهو الكسوت للإسرائيلية ومثل ما عملوا بالعراق المهزوم بده يعني يفرض عليه وهي عبير تقبل أمريكا حماقة مفترض حيلو شاطر بس بدأ نقلب السحر على السحر دكتور ميخايل عوض بالميدان الأوكراني برز عنصر جديد هو المسيرات الإيرانية يقال أنه غيرت معادلة جديدة والبعض كان يعتبرها مسيرات كارتونية أو ألعاب كانوا وقتا يعملوا استعراض الإيرانية للأسلحة كان الغرب يعلق أن هذه المجسمات بيستعرضوها قدامنا ونحن لم نرى شي منها اليوم برز بالموضوع أنه المسيرات على الأقل ما بعف إذا في أسلحة تانية دخلت على الساحة لا أعلق الأمريكا أنه كمان أو الأطلس والإعلام أنه رح يجيبها صواريخ لعني ولكن شو قراءتك لهيدا الموضوع؟ أول هي تكذيب رواية بأنه هيدا سواء يعني أسلحة أطفال وكرتونية والآخرة بلسانهم يدينون أنفسهم بارح كانوا كرتونية مصيروا فاعلين بغير وجهة العرب أثنان فيها مؤشر حقيقي وفعلي شئنا واللعبانة بأن التحالف بين روسيا وإيران هو تحالف أبعد من استراتيج تحالف الحلف الواحد اللي بخد معارك مشتركة هذه بتردلنا على كل ترهات أنه إيران رح تقلب أشرعتها وإيران رح تتفق مع التطويفة وإيران 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 وكذا إذا ذكرت على الإسواء أنت ليت كثير نحكشون هذا العكس بالواقع أمس كم يقولون أنه إيران تكون موجودة إلى جانب روسيا مباشرة بالميدان هو فشل الاتفاق النووي وبالتالي دفع إلى الجبعة الثانية إذا هذا عم نعطي نحن عن دلالة أن درجة العلاقة بين روسيا وإيران واصلي إلى درجة الحلف العسكري في حرب تخص روسيا قالوا شو إيران بأوكرانيا؟ ميح لو بكاراباخ مع أذربيجان وإلى آخر كنا فهمنا أنه يتفهموا أنه مستهدفين كلاهم بأوكرانيا شو متضرر إيران؟ يعني شو بيضرر فيها؟ هذا قلت أنا مثل ما بلسانهم أدانوا أنفسهم بموضوع الطائرات الآن بلسانهم يدونون أنفسهم عندما تتهم إيران بأن لها دور في أوكرانيا ثلاثة ليش الحملة؟ يبدو كان في محاولة لتبرير بينما إذا أخذتوا طائرات مسيرة من إيران أوكرانيا بدأت تأخذ طائرات مسيرة من تركيا من إسرائيل من إسرائيل لأن هون الصراع إيران أوسي أقدت من تركيا مئة بالمئة الصراع عرفت كيف بهذا؟ يبدو لتبريرها الآن المعادلة والعلاقة مختلفة إسرائيل ترغب وتريد أن تعطي أوكرانيا أسلحة الدفاع جوة بطائرات مسيرة بس ما الروسي ماسك إسرائيل من رعبتها ما عنده مليون ونص روسي داخل هذا الكيان السويون وبس يرفع أيده عن سوريا ويقول له للسوري يستخدم صواريخ الاس 300 ما في طيارة بإسرائيل بتطير فوق فلسطين أو عرفتين؟ في حين أنه ما في حدا يقدر يتآمل مع إيران وصلت الرسالة مباشرة لإسرائيل لأنه الرسائل الإسرائيلية الروسية مش كثير مش كثير يعني آسية بتبقى فيه ليونة أكتر بس وصلت عنه تبليغ واضح وطلع أكتر ما بتتذكر تأخذ إجراءات بحق الوكالة اليهودية وصار تلسهم بين لافروف وبين القيادات الإسرائيلية وإلى آخر في زي أنا عبقول كان فيه محاول للمقادمة إنه إيران بتعطي إسرائيل لازم تعطي بخير إيران ما في حدا يقل إلا ممنوع تعطي روسيا فيها تقل إلا لا إسرائيل أو تعطي ولو عطت وإذا عطت بتدخل سوريا وما والاشتباك مع إسرائيل والأمريكا كمسرح حرب امتداد لأوكرانيا والناس نسيانين إنه روسيا بسوريا وإنه إيران وروسيا نقطة الرابعة وهي إلي بس أنا صخصيا لست مصدقا أن روسيا تحتاج إلى أسلحة إيرانية ولست مصدقا بإنه إيران تملك أسلحة في الجو أو في الصواريخ أو في المسيارات تتقدم روسيا بتقول ليش مش مصدق كلهلي؟ لأنه أنا بيعرف وبالوقاعة والمواطيات أن كل ما بلغته إيران من قدرة تقنية في مجالي الطائرات المسيرة ومصدق أوقات بيتفوق التلميذة على الأستاذ بس بس بيضل 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 بها في قدام أستاذ بيقول له أستاذي بيضل هالقد وبيضل يستشيره بيضل يعطيه الخضر على الإختبار بس كمير ما كان فيه كميات من المسيارات كافية لا أخسر علي من شأن نحنا نفكر بعقل اللي صور أنا أقول لالي أنا أغير عن إني بعرف شي آنا بعرف شي وأعرف شي من 2006 و2007 ومصدر طائرات المسيرة اللي امتلاكتها ايران ومن اي شركة وعرفت كيف والاخري ومشي جديد كل التطور والتقدم التقني والعلمي في مجال النووي وصناعة الصواريخ وصناعة الطائرات اصولة سوفيتية واللي نقل لهم كل هذه التقاناة هو الخبراء السوفيت والخبراء السوفيت مش الشيعة ومش المسلمين الارتدوكس الارتدوكس ونقلوها بوعي مسبق لانها لان ايران قوة تواجه وتقاتل غير مثل ما عمله بكوريا ولم تنقل بعيدا عن نظر ما يسمى بالمخابرات العسكرية الروسية يعني في الدولة العميقة بروسية اللي هي جابت بوتن اصلا بنعرف باي انقلاب هي قررت انه تبعت المخطاة وتبعت خبراء يعني توفر لايران هذا المستوى هل هذا شو بيعني كل الشراك طائرات المصنعة بايران فيها بتقاناة روسية وبشراكة روسية في انو روسي يستخدموها واذا ما استخدموها للطائرات بزيتة الايرانيين بيعطوهم التقاناة اي ابي يعطي يعني تضل عندهم احتياط يعني تضل عندهم حتى ما يحملوا مسؤولية الايرانيين اذا بدونش يفوتوا وبحرموها بنقول شو اخذ ايران على اوكرانيا بكرباخ وبالصراع الاذري الارمني منفهم انو التنتاني اعرفت كيف على حدود وايران مستهدفة وإلى آخرية وما تدخلت ممكن كانت تدخل او طادي بشو باوكرانيا ما هو هذا ما اعطى بيقول تبلغ لشو فهموا يا عالم ان ايران حسمت خيارها وحسمت خيارها وتتعامل مع روسيا والصين بانهم الحلف الاستراتيجي والقوة الصاعدة لذلك فين اعطيهم للروس اذا بدون نسليح وبالمناسب الايراني والروسي نفو اخر مرة وزير خارجية ايران قال اعطينا روسيا طائرات مسيرة اسمع استخليمات في اوكرانيا يعني اعطينا عن 3 اربع خمس نمازر من النموذج الاول لاول طائرة والمصنع الاول هو مصنع للروس في ايران لتصنيع الطائرات المسيرة وهذا 2004-2005 وانا خارج عنه ابحاث وتقارير وبعرف مين الشركة اللي ارفت كيف اللي عملتها شركة الاميغا وطائرات الاميغا ومعروفين فيها محضوطين يعني على الواتس او مش اقلع دكتور مخايل عود بس تروح على الاعلام الغربي اعلام الغربي صار له اسبوعين بيركز انه اسقاط الطائرات المسيرات الايرانية باوكرانيا محاولة جمع بعض الطائرات لفهم طريقة عملها انه هيدا اعلام كاذب او او شو انه فيه اعلام مكنة اعلامية ليلة نهار بتحكي انه اسقاط زلزكي بيطلع بقول عشرات من الطائرات المسيرات التم شو قال لهم الايراني والسوري شو قال لهم انا ما احضر الاعلام من الغربي مشان باعش قال لهم ما تتزيقوا كتير شغلة سهلة وبسيطة جيبوا هالطائرات وصوروها هلا اليوم ليش طلع بايدن قال هذا صاروخ الستلاتمية لانه ما باو سوروه لانه اول شي فيه اقمر صناعي واثنان بقال الاجواء عرفت كيف تحت السيطرة الامنية بمعنى الاستطلاع ايه مش لصالحه كمان ايه ايه واذا طلع بعد شو يبتالي لمنظومة دلتا تراقب وبتابع الجنود طب انه اللي بتابع الجنود ما بشوف حملة صاروخ هيدا ايدين ومعه مسرع عمليات وما بعرف شو الاخري ومنان طلق اصاروه وكيف ايجا وشو حركته بيعرفوا بس انا عبزابروا لذلك الايراني والروسي تحدى قاموا بتحدى ونجيبوا قطعة واحدة اللي هي ايراني عارفتي كيف ايراني وتثبت وما قدروا يثبته ولذلك خفتت الحملة الاعلامية ومن هون انا رأيي كانت الحملة الاعلامية على ايران ودور ايران واسلحة ايران وكذا ولو يبرروا الامريكان والاكران لاسرائيل بس كمان بعد الاعلام الى حلفاء ايران كنوا عم بهللوا اي فقدوموا قطع للوتس اوب وال pancakes كنوا رأي بيحكوا بطريقة انه تقدموا على المحور وهدا الي strong Meng pagan شعرات بنت خالتو مش سمعني فيه بلا بس هو وانه بده يبيض على الاخرين بالكلاب باوس وكذا انا ايران ولا قد بلغت ايران شبخي اعرسي بس في محل بدك العقل مش بدك العاطفة تشتوره وانا بتقليلي وقت اللي اعلن عن ايران اختبرت او صنعت صاروخ فرط صوتي ما كبر قلبي انه تالت دولة بالعالم روسيا الصين ايران تصنع صاروخ فرط صوتي كل الاطلس وبما فيه امريكا وامكانات العلم وعقول العلم ما قدروا يصنعوا صاروخ فرط صوتي ايران تصنعوني كتير عظيمة وكبيرة بس انه بفهم انا ليش طيب ايجت روسيا الصين ايران لانه فيه مدرسة واحدة فيه مفكر واحد اعطوا هذه التقنية مثل الى كل ثلاثة ايام بيطلع عاكيم الجونج عارفة كيف صاحبنا بكبس هالزرار بيطير هالا الصواريخ بخير نعم بجيب حقهم مين عبيعطيك تقنتهم مين هنين هنين مين هنين هنين مصريات الصين وتقنت روسيا ليش عبيعطيك ايهون اولا عنا بيختبروا الصواريخ ويجربواها بيقولوا لا ايكوس لتحالف ايكوس لشرق اسيا لا اسيا لكوريا ولليابان ولأستراليا نتوبها نحن حاطين لكم عفريت وهي ده متل ما بتوصفوه بلا حقل طبعا ايه طبعا عقل كبير وراجح جدا بس هايدي ما عرفت كيف البرداتي قلو وظيفة بس بس قلو وظيفة هو مخالب روسيا والصين في وجهة امريكا من السبعين ايه من الثمانينات تستخدموه مخالبا مخالبا تسيق كوريا مخالبا تسيق كوريا الشئ عظيمة وكل هولي عرش كيمة مبنى استهلا يرام نان يجوها اجوها من روسيا والصين واجوها من روسيا لانه اصل السلاح الصيني واصل تقاناة السلاح والصواريخ الصينية شو اللي عقليني ما يعني أنت صرت مع هذه الجهة أو تلك؟ دكتور مخايل عوض حطت أهداف مثل ما حضرتك قلت عملية عسكرية خاصة وأمريكا والحلف الأطفال وبعد في فصول لإله وأمتين بتنتهي شك سيدتي وأنا لك طبعا محبت لها معك تتذكري في 2012 وقت اللي كانوا ينزروا ليعود بوتين رئيسا وليجدد لأوباما وكان الحكي عن تسويق وكان حكي عن صفقة وهي شونة فيها أنا عندك وعلى كل المحطات نحن في حرب عالمية عظمى الصفقات تجري والتسويات بين المنتصرين وليس بين المتحاربين كل الناس بيجوا عيالتا وخيالتا ما كانوا فيها الإلمان والطليان والعثمانية ما كانوا والإسبان اللي كانوا بدوها المحور ما كانوا على الطاولة مين اللي كان على الطاولة؟ كانت الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وحطوا على جنبهم أوروبا عرفت كيف وطلعت أوروبا واحد من المستعمرات الصفقات في الحروب الكبرى تجري بين المنتصرين وليس بين المتحاربين وقلت بين روسيا وأمريكا والصين وأمريكا يستحيل أن تقع صفقة قبل أن يلوى ذراع يعني يكسر ليش وليش خير ليش ما عابد تفهم ما عابد تفهم الناس أن المعركة بين روسيا وأمريكا والأطلسة هي معركة حياة أو موت لن يستمر النظام الرئاسمالي في حقبته الليبرالية لإسمه الأولمي لإسمه الأمريكا والتي توحشت ليس له قابليات الاستمرار وسيموت وسيدفن إن لم يستولي على روسيا هذا كلام لهنريكي سنجر هذا كلام لكبار الجيوبولوتيكيين الأمريكيين لماذا؟ لأن روسيا مساحة جغرافية هائلة وعدد سكان قليل وثروات هي نصف ثروات العالم على كل المستويات فهل النظام المعولم هالنظام الليبرالي هالنظام الرئاسمالي الذي شاخه الذي أعطى سقوط الاتحاد السوفيت ودوله دفع عيشه 30 سنة بده دفعت عيشه 200 سنة والاستيلاء على روسيا ولذلك بالعقل الأمريكي والعقل الروسي أن الحرب بينهما حرب حياة أو موت لا يمكنهم أن نعيشه اثنين حرب جغرافيته أوكرانيا أو أبعا العالم بدأت أنه ما روسيا نزلت في 2015 بعيلول بسوريا ما من منصة سوريا عادت قوة عالمين محوالية تفرض حالها ومن سوريا روسيا لم تقبل أي هزيمة ما خليني إليك بعد روسيا شو سار ما بعد ما عيشت روسيا على سوريا وحققت التوازن وأفشلت الجيل الرابع للحروب وأزمت كل مشروع الفوضى الخلاقة والتقسيم والكذا والإلعاء آخر أجوا الأمريكيين حاولوا يأخذوها من بيئتها عملوا السنة الماضية مشاكل لوكاشنكا ببيلاروسيا صح؟ صح من اللي كشف المؤامرة والإنقلاب بعد أجهزته الأمنية والعسكرية لحماية لوكاشنكا روسيا ثم حاولوا بكرباخ في محاولة لكسر أرمينيا وبالتالي أخذ بعد ما افترضوا أنه صارت أذربيجان بانداهن وسيطرة وإلى آخرها من اللي ضرب إيده على الطاول وقال لهم الشرطة العسكرية الروسية بتحميل حل ووقفنا وبس بوتين ما حاولوا يأخذو كازاخستان قبل بسنة طبعا بالإنقلاب من اللي باعدت عرفت كيف قويته المحمولة من 40 ساعة خلصت طب خي إذا تعب إلوان أنا بخي لا نعرف مين بده ينتصر ومين بده ينهزم بهذه الحرب ما بده كثير فالسفي وخبرة في سياق للتطور متى ظهر رئيس بوتين؟ 98 رئيس حكومة معك طب 98 خض معركة غروزني وأنهى الأزمة الشيشانية اللي أزمت 200 سنة في روسيا وجاء بقادي روف واللي بيحشد خمسين ألف مقاتل إلى جانب روسيا مقاتلين شيشان في الحروب في سوريا حشدهم وحشدهم بأوكرانيا ولين عندهم عشرين ألف مقاتل شديد طيب جورجيا فرضة كمان بالتسعينات يعني قبل نهاية الألفان فرضت الحرب 98 على روسيا من جورجيا بمحاولة لطرد الروس وإذلال روسيا من كان رئيس الحكومة من الذي أعطى الأمر بتدمير الجيش وانتزاع الجمهورية الروسية من جورجيا بوتين طيب أخذوا منه أوكرانيا بالألفين واربعطاش بالألفين وخمسة عشر رد في سوريا من انتزع الشرق من الأمريكان وتحولها لقوة أساسية ومحورية والآن بشلحهم تركيا هو بوتين بكارباخ بوتين إذا خدنا السياق طيب أعطوني حرب خادتها أمريكا والأطلسية من الألفين حتى اليوم انتصرت الحديم بقول أصلا موتها آمرة أمريكا وروسيا أنه لأحراج أوروبا وأحراج العالم وهن مرق لي مرقلك يعني بتفوت بالمعركة أمريكا بتنخسر لصالح روسيا بس ما بتقدم انتصار كامل لروسيا كمان هيدا هيدا نقطة بالسياسي ما أخدت روسيا انتصار كامل نحن هناك عالم تتدخل في الأمور وما في انتصار كامل يعني انتصار حركة واضح ما فيه لا لأن هذا دون تدمير البشرية على وجه الكرة الأرضية إذا هناك انتصار بالجولات وليس بالضربة القاضية كلاهما لا يستطيع هنه كيف هكينا عبي ياخدوا روسيا بالجولات وروسيا كيف وصينا عبتاخدهن وإيران بالجولات مش بالضربة القاضية لأنه بس حدا امتلكنا وتقانت الصواريخ الفرط الصوتية والفضاء الأقمار الصينعي وصار فيه يلحق دمار شو يعمل فيها صار احنا على الحرب الرديفي إذا صح التسمية أو الحرب ما دون ثقف الاشتباك ما حدا رح ياخد بالضربة القاضية بديك تاخدي بالجولات بالجولات حتى الامن من الالفان لانه نحن نعتبره تاريخ نوعي بالالفان اول انتصار كبير في صراع العربي الإسرائيلي بالالفان بوتن رئيسا بالالفان امريكا يجري فيها انقلاب على الديمقراطية ويأتي بوش الابن رئيسا لانه صارت على صوت بالمحكمة العليا هون محطة نوعية خلينا اقول من الالفان لليوم بياخد تجربة روسيا وإعادة لمها وهي في مرحلة صعود بعد مرحلة الانهيار وشبه الفوضى ناخد الأطلسة في مرحلة التراجع ليصل إلى ما وصل إليه الاتحاد السوفيتي من احتمال انهيار وبالمناسب نحن على عتبة انهيار الاتحاد الأوروبي وتأذم لصالح مين ينهار لصالح مين ستعود أمريكا تريده تابع وليس منهار لكن الثابت مثل ما بقوله ما بقوله ماكس بانس أوروبا مش أوروبا الشعوب نعم أوروبا النخب الحاكمة حمقاء وعجيرة عند الأمريك طب كيف تقبل انت على ماكرون أصلا ترهن مصلحتك كيف تقبل انت تخد معركة الأمريكان ضد الروس بمصريات الأوروبيين ما هي السلحات يمكن أن يكون المنسقين ويعطوهن ومثل ما قلت ديون وعلى آخرين كيف تقبل تحاصل روسيا بالنفط والغاز وتدفع ثمن الغاز الأمريكي أربعة أضعاف والغاز الروسي في خدمة من؟ طبعا عمريكا بخدمة الإنسانية الأمريكي لا بخدمة الإنسانية الشي في روسيا والصين هي محاور الشر ومحاور عدم الاستقرار بالعالم وبتدعم إيران كم حرب خضت الصين وسعت لإحتلال البلدان وإعادة بناء الأمة؟ دكتور تتحمل ما أريد أن أقوله الصين احتلت العالم نقلت أي ونما قلت لا بالتشارة البيضاء بالتليفون بهيد الورقة الأمري ما بعرف إذا هالعوينات هالألم الموجودين قدامي احتلت العالم؟ هل تقول لي كيف احتلت؟ هيدا الصين احتلت العالم تتبه إلى الأشياء من أقوله الصين الصين أمة صح؟ وحضارة عظيمة منذ بدء التاريخ احتلت عملت جدار عظيم حولها جدار الصين لماذا عملت الجدار؟ لا أحد يفوت علىها كمان شانية لا تطلع عند حدا الولايات المتحدة طلعت شراذم ومنبوذي الأمم الأوروبية المسجونين والمنبوذين وطبعون البدع والكذا وإلى آخر حملوهم بالبواخر وأخذوهم على العالم الجديد بعد كريستوفر كولومبوس وعبرهم أبادوا الأمم والشعور فنشأ ثقافة الغرب عموما وأمريكا المولود غير الشهر أمريكا بعد هيمنتها من التسعين يعني حتى حتى لهم عمليان خمسين حرب على الأقل وبقر التوتر دخلت طب هذا يقول لي الصين أي دولة أين راحت؟ هدف أمريكا بالسيطرة بالحروب وهدف الاقتصادي الصيني هو السيطرة يعني الهدف واحد الأساليب تختلف لا لا لديها أهداف بالمناسب والحزب الشيوية الصيني اللي هشترين أكثر من رائع ومهم واحدة منها المؤشرات على تحولات نوعية ليست في السهل الأربوانس لدينا أربع انتخابات مهمين كثير يعني كان فينا نحكي عنه طب أنا أقصد سين مليار ونص جغرافيا صغيرة ثرويت محدودة اعتمدت قاعدة الإنسان أثمان رأيس مال وأولوياتها لارتقاء بالشعب الصيني وانت شاء له منها لقاع الفقر رئيس الصيني عن الإنسان فجأة العلم من قاع الفقر إلى الآن عندك 800 أو 900 مليون أصبحوا بمصاف الطبقة الوسطة هذا يقتضي بأنها تهتم بالاقتصاد التقليد الزراعة والصناعة وأصبحت مصنع العالم صح؟ صح إذا أسوها مشتولون هيحل مشكلة شعبهم لكنهم الذين فعلوا وبدون موطونة لأنهم عم يأزوا البيئة وعم يأزوا المناخ وعم يأزوا التلوث أبداً أبداً هالأمر كان للأوروبيين الآن اللي بيأذي المعمل بالصين من أداش بيأذي بمقابل قملة نووية على القطع أمريكا في اليابات حتى للبيئة والطبيعة معنى الذي شرع هلأ 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 ما نشرع العودة إلى تولية الكهرباء عبر الطاقة النووية مين رجع إلى الفحم الحجري الأوروبا لا شو إليك عليها أنت لا تقطع عن نفط الغاز الأمريكي كرمي الأوروبا تبيع نفط وغاز وأنت أول مرة عم بسمع أنه رجعين على الفحم الحجري بأوروبا عملت صدمة أنه عم تحكي عن عن مؤتمر مناخ عالمي عم تحكي عن الملوثات العالمية وأوروبا تعود إلى الفحم الحجري والطاقة النووية للمفترض في مفائلات وقفلت من عشر وعشرين سينة وبدأ صيانة واحتمال تعمل تلوث 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 في ثقافة ومجتمعات ودولة عمبراطوريات قامت على عبادة البشر ونهف ثرواتها اسمه الغرب لا تتذكر مئة مره بعتولك على الواتس أب من أين هي مصادر الرفاه الإسباني والأمريكا والأمريكا وفي ثقافة عتيقة وعريقة ويجزئ من المكونات التاريخية لآسيا والشرق الأوسط أو الشرق الأقصى سواء اسم الصين اسم اليابان اسم الهند وشعوب المنطقة عند ثلاثة دقائق في حدا في سياق مشروعه لنهوض بشعبه راح يتم بالقطاعات الاقتصادية المجدية والمنتجية والتقليدية وعنده فائط ووفر للبشرية سلع يقدر يلبسها ويشتريها بأسعار مقبول نقول عنه ابن كلب لا لا انا ما قلت شيء واحد ثاني كل يوم والثالث حشت قواه ورأي عامل غزو لبلد ومدمره ومرجعه إلى عصر التصحر العراق كان فيه بالسبعينات مستوى الدخل الفردي ومستوى الخدمات التي قدمت للعراق أعلى من المستويات في أوروبا ترجع إلى الفحم الحجري وترجع أوروبا وتدمر العراق وتدمر ليبيا والآن ساعي وتدمر سوريا والآن ساعي لتدمير إيران وتدمر الصين لأنها صنعت للبشر مواد غذائية والتياب والسلع كهربائية بربع قيمة اللي بدك تنصف فيه علينا هدا متل هدا ما بصير سؤال أخير وبمختصار إذا بتسمح حذرتك قلت الجولات بلشت من الألفين بين أمريكا وروسيا جولات لا هي دائما لم تتوقف هل فيه بعد أوكرانيا ما بعد أوكرانيا داخل الأوروبية؟ طبعا 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 والآن الحرب الشاملة اللي الأمريكان افتعلوها نتائجها ستكون تدمير أوروبا ربما سقوط الاتحاد ربما تفكيك الوحدات الأوروبية بالمناسبة أوروبا نخبع المتأمري كتسوقها إلى عصر ظلمات ولذلك شرق آسيا سيبزع شمس آسيا بزغت ستعود القوة الحاملة لمشروع مستقبل الإنسانية آسيوية يعني آسيوية يعني بيئتنا حتى أفريقيا مرشعة أن تكون قوة يعني بالمدى المنظور لا حسم للأمور أنا برأيي فصل الشتاء تتراجع في العمليات العسكرية وتتقدم في الحرب الاقتصادية والحرب المالية أكثر من هيك؟ هيك هذه بدي حلقة بدي أسألك لأمازون قدها خسرت ما قيمتها تريليون دولار تريليون مضبوط إحدى الشركات اللي أعلن إفلاسها شو اسمها امتي اكس امتي اكس الصبح كان قيمتها 33 مليار دولار بعد دور مبيعات بدولار اضطراب الأسهم اضطراب أسعار النفطة اضطراب الدهب عرفت كيف هو العمولات ما هي الحالة التي سبقت انهار 2008 بس نحن البشر بياخدنا الطمع بتاخدنا راحة البال وبتاخدنا الاستراحة ما منتذكر وما منتعاطى مع المؤشرات اللي تدل على الانهيار ما قبل 2008 ما صار انهيار 0x ما صار انهيار شركات التدقيق المحاسبة ما صار انهيار لشركات الهايتك وأوصل الى انهيار الفقاعة الإقارية مع أمريكا وأوروبا الآن تصير في ذات الاتجاه وفي ذات السياق مع اضطرابات الاجتماعية اللي من يومين كان باسبانيا في مئات الف البشر في الشوارق وفي المانيا وفي فرنسا محرحين عليه ولذلك رهانة الروسة على جنرال الساقية جنرال الثلج الشتاء نخيه اوكي بهدئ هلا وبفاوت لشوف كيف بدان يقلع شكراً لحضورك على الباحث الدكتور ميخايل عواد شكراً للزميل عقوب شكراً لأصدقاء المستمعين وإلى اللقاء بالصدقاء